موسيقى أهلا بكم إلى كلام بيروت هي ساعات فيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيما يتعلق بمصير تأليف الحكومة الجديدة هذه هي الخلاصة التي أبرزتها صحف بيروت اليوم طريحة عدة احتمالات فيما يتعلق بهذه القضية التي صارت مندا أول على السعيد الداخلي متقدما على سائر العنوين التي تتصل بتطورات المنطقة وبينها ما له علاقة بلبنان كالعقوبات الأمريكية على حزب الله هذا العنوان الحكومي وطبعا العنوين الأخرى سأناقشه مع ضيفي دكتور سامي نادر مدير معهد شر الأوسط لشؤون الاستراتيجية سباح الخير دكتور نادر أهلا وسهلا بك بالطبع بالموضوع الحكومي رح نبدأ وتحديدا من خلال كاريكاتور أرمى حمسي بجريدة النهار رسم الرئيس الحريري فوق كرة رأس الساعة فيبدو أولا منتظرا للتوقيت ثم يبدو ثانيا يضيع ورقة الإعلان عن تشكيل الحكومي بأي اتجاه ستميل الأمورك بحسب تأديرك في رأي بعد ما نتجت يعني بعد العقد موجودة لسيما العقدتين يعني تمثيل القوات اللبنية هل أزلح يقبلوا بالطرح المطروح مبارك ولكن يبدو ظهرت عقد جديد هي تمثيل سنة 8 أدار وهذه المسألة لحلها قد يتطلب الأمور بعد مزيد من الوقت يعني العنوين اللي يعني كتير اليوم عنوين حطت مثل وكأن الحكومة ستكون بمن حضر أو أن الرئيس الحريري قال للقوات أنه هذا أقصى ما يمكن تقديمه إلن ممكن يعني ما تروح اليوم تكون حكومة بمن حضر تفتكر إذا حكومة بمن حضر ما في حكومة أنا هذه قراءتي لأن حكومة بمن حضر هي حكومة خارج القوات اللبنانية بالوضع الحالي من كيف سوف يستعيد الرئيس الحريري عن القوات اللبنانية يعني وفق النتائج الانتخابية اللي صارت ما في بديل للقوات اللبنانية كشريك مسيحي ومن هون الأمور صعبة إذا أراد يعني الاستمرار برهانه أو خياره تشكيل حكومة وحدة وطنية إذن من دون القوات صارت صعبة هلأ نعتبر أنه بمن حضر وخارج القوات اللبنانية يعني حكومة مش حكومة وحدة وطنية يعني حكومة أمر واقع أعتقد هذه سوف تستضم بعقبتين أول شي سوف تضعف كثيراً الرئيس الحريري نفسه وسوف تقود مشروع الإصلاح ومشروع تطبيق سادق لأنه ستكون حكومة لونة الطاغة حزب الله وبمرحلة جداً دقيقة بمرحلة في عقوبات اقتصادية في مرحلة لبنان موضوع على المجهر وأعتقد أنه حكومة بمن حضر منى لمصلحة حزب الله وحلفائه أولاً بالوضع اللي نحن فيه لأنه أفتكر كل صار متلمس واعي ومدرك خطورة الأوضاع الاقتصادية واليوم المطلوب حكومة تقدر تنقذ الوضع وتنقذ البلد اقتصادياً حكومة لون واحد ما لحنشي الحال على كل حال رح أمشي معك فشغة فشغة مثل ما بيقوله لأن في كتير اليوم معلومات عن كل من العق التانية اللي أشرت اللون بالموضوع الأول للقوات لبنانية في اجتماع الساعة 12 ونص استثنائي بمعراب لا اتخاذ قرار النائب جورج عدوان مبارح بحديث لقلو بيقول هناك من يتمنى أن لا نشارك ولكن إذا كان وجودنا بالحكومة أفعل لاستكمال ما بدأنا فسنشارك القوات اللبنانية اليوم إذا أخذت أي من القرارين كيف بدأت خاطب في جمهورة؟ كان هي محشورة بفتكر القوات اللبنانية والرئيس الحريري ما أدركوا حينما دخلوا بالتسوية موازين القوى اللي هن داخلين فيه يعني اليوم المعروض عليهم هو نتيجة تغيير موازين القوى ونتيجة دخولهم بالتسوية يعني التسوية أنتجت أنون انتخاب أنون انتخاب غير الأكثرية النيابية بالبلد غير التوزيع غير موازين القوى الداخلية واليوم التشكيل المطروحة هي ترجمة لموازين القوى الراهنة نعم ولكن بأي منطق يعني هون عم بيننظر للحقائب وهي صغيرة هكتبير هذه منطق التأليف ومنطق الحقائب نحن خرجنا خرجنا بأشواط وبكيلومترات عن الأصول الدستورية وعن الأصول الديمقراطية اليوم صار كل حزب من غير شر مستلم واستملك وزراء اليوم غيره يعني صار كل وزارة صارت محمية وما بيتغير فيها الوزير التابع للحزب لآخر 4-5 سنوات هن الأشخاص نفسهم على الوزارات إذن هيدا الشيء يعني وين مبدأ التداول على السلطة وين مبدأ المحاسب وين مبدأ الرقابة وين مبدأ تغيير الوزارات في إعادة ضغ دم جديد بالوزارات لا صارت الوزارات محميات وصارت منظومة الحكم كرتال كرتال قوى سياسية عم تحكم باسم الطوائف وهي مش بالضرورة تكون أكثرية بهالطوائف لبل هي أقلية والعلامة أن الأكثرية الشعبية لم تشارك في الانتخابات بدنا حكومة واحدة وطنية حقيقة لازم نص وزراءة يكونوا من خلال القوى السياسية لأنه هيدا نتائج الانتخابات النيابية يعني هم تقصد نسبة للي ما صوتوا نسبة للي ما صوتوا وهي دولة من اللبنانيين اللي ما صوتوا هو ما أشاره البطرق نعم إذا القوات بدأت تنظر للمشاركة بالحكومة مش من نفس المنزارية اللي عم بتم أتعاطي فيه يعني أنه هاي حقيبة فيها مصاري هيدا بلقيمة فعلية حقيقية بس أنه هيدا نظرة من طرف واحد كمشاركة يعني هون نظراً لا يعني متبعتك يمكن لسلوك القوات بآخر كم سنة ما بتفتكر أنه بيكون جوابة إيجابة على بفتكر بيكون جوابة إيجابة وإلا فيه تناقض يعني ما فيه يدخل بالتسوية يرجع ما يقبل من نتائج التسوية على بيقول إيه بزعبر علينا هني باتفاق ما انتزموا فيها ولكن أنه كان القراءة الموضوعية بتقول الاتفاقات والأوراق ما هي شيء بالنتيجة موازين القوى موازين القوى هني شاركوا بتغييرها حينما دخلوا بالتسوية وحينما صوتوا على أنون الانتخاب هيدا ومن هون أنه هيدا أنتجت أنتجت إعاءة يعني مثل كأنه يتحملوا نتائج نظام المحاصصة مع الموازين القوى في الداخل اللي تغير على حسابهم يعني ما إجل صلاحهم تغيير موازين القوى لأنه هني دخلوا بهذه التسوية إذن انطلاقا من هون يعني بدوا يتعامل مع وقائع أو مع نتائج قرارات هني أخدوها هلأ شو عندهم خيار لأنه مشين هيك أنا أقول عندهم خيار أنه ينتقلوا للمعارضة شو بتقدموا بتأخر المعارضة؟ أصلا لا بتقدموا بتأخر بس ما في مقومات معارضة المعارضة كان ممكن تصير لو الرئيس الحريري بينتقل معهم للمعارضة إيه ساعتها بيشكلوا أنه قوة نيابية عبرة للطواقف يتعارض بس أنه 15 وزير أنه ينتقلوا بيصيروا صوت معارض بس يشكلوا معارضة وطنية هيدا أنه غير ما أنه بعيد عن الحساب بقى هون بدي وقف عند عبرة للطواقف ما بوافقك فيها مين؟ المعارضة لو انتقل الرئيس الحريري إليها ما بتكون عبرة للطواقف لأن عندك مكون مثل ما هو ما هو موجود صحيح صحيح ولكن هيدا ما نتقش كمان قانون الانتخاب اللي قود من الأساس مسألة المعارض يعني مفروض كان نحنا نعتمد النسبية أو نعتمد الصوت التفضيلي خلطناهم بهالطريقة هاي قودنا كل نظام الحكم وأنا برأيك حتى خرجنا عن مسار الطائف لأن الطائف كان مفروض يخذنا لدولة أكثر ديمقراطية أكثر مدنية حطينا أنون انتخاب كرس الطائفية ولغى دور المعارضة على المستوى الوطني كرس الطائفية دكتور نادر أو ظهر حقيقة ما يشعر به الناس مش مظبوط لأنه مش هني الانتخابوا أقوله والعالمة 50% ما بلشنا فيها 50% رفضوا أنه يفوتوا بلعبة بتكرس اللعبة الطائفية لأنه ما عندهم خيار مش مظبوط هالشي تاريخيا بلبنان ما كانت نسبة الانتخاب تكون أحنا ولكن تاريخيا بلبنان بالتاريخ الحديث صار فيه أكثر من لحظة عبروا فيها اللبنانيين عن طوقن للخروج من النظام الطائفية عبروا عنه بال2005 وعبروا عنه من سنتين لما ملأت الزبالي شوارع بيروت وعبروا عنه بالانتخابات البلدية أوكي في واقع طائفة ولكن أيضا في شعور عابر للطوائف لدى اللبنانية أنه بدون يخلصوا من هاللعبة الطائفة من هالسمة الطائفة اللي عم بيصير على حساب حياتهم ولقمت عايشهم اليوم بطلت مسألة ترف اليوم هيدا النظام غير منتج غير فعال وصل البلد الإفلاس بدنا نلاقي نظام تاني وقال لا لح ينفجر فيهم بشان هيك أنا عم بقول اللون واحد حكومة وحدة وطنية مبارك بعد إذا لح يلحقوا يعملوا شيء الجو عند يعني بخلاف الصحف الأخرى الجو اللي أبرزته اليوم رئيسية النهار يميل إلى معطيات سلبية ونقلت عن القوات أن ما يجري أو المعطيات اليوم توحي بأن التضييق مستمر على القوات اللبنانية من التيار الوطن الحر يهدف إلى إحراجها فإخراجها وبلش تنغم جديدة تظهر لدى طيار مفادها أن القوات تكبر حجرها لتجد تبرير للخروج من الحكومة من أجل أن تتحول إلى معارضة وتفتع العلاقة مع العهد عد أصابع أنا محل القوات ومحل الرئيس الحريري بدي أوعى شوي على دورة وأهمية دورة بالمرحلة يعني ما يخففوا من إيمتون ولا يشوفوا حالهم كثير بس كمان يعرفوا إيمتون شو هي يعني أنا بالنسبة إلي أنت مع أنه يشاركوا القوات بالحكومة اليوم بالحقائب المعروضة عليها أنا مع ومش انطلاقة من أي يعني من أي إذا بدك خلفية إيديولوجية إلا عليها بـ 14 و 8 أنا اليوم بعتبر أنه بدأ حكومة متوازنة وفعالة لانتشار البلد اقتصاديا هذه هي الأولوية ولأنه حكومة لونا طاغي يكون حزب الله ما لح تقدي هالغراض بدنا حكومة يتمس يكون فيها توازن أكتر يكون فيه إلا تقل تقل حقيقة بالحكومة وتماسك فريقة يعني بس تقل بالحكومة من فريق الرئيس الحريري وفريق القوات اللبنانية ليه لأنه هني عم بشكله توازن مع طرح حزب الله بهالفترة هاي لأنه في موجود فيه عقوبات اقتصادية إيران بقطيعة مع العالم كله ومن هون يعني إما بيدخلوا سوا بشكل وازن أو بيخرجوا سوا ويخلوا الأمور لا وأنا برأيي فريق الآخر هو ما لح يشكله من لون واحد لأنه مدرك خطورة الوضع ولكن مدرك خطورة الوضع بالسياسة عالميا وبالاقتصاد الداخلية تسويق الفريق الآخر وحديدا فريق طيال الوطن للحور دكتور نادر سمعنا من يومين وقت لتلعب نتيجة الانتخابات الطلابية بالويس جي أنه نحن ربحنا ورح تشوفوا كيف رح انترجم انتصارنا وأحجامنا ورح تشوفوا كيف التانيين ما رح ياخدوا قد ما هن بيستاهلوا يعني هذا المنطق أو الخطاب بشجع القوات اللبنانية هيدا منطق انتخابة هيدا منطق انتخابة ولكن هيدا منطق ما فينا يعني بتقرأ مواقع التواصل الاجتماعي بتشوف نفس المنطق ينسح بس هيدا الكل هيك عم بيخاطبوا قواعدون وعم بيحقق أقولون أنت صراطة يرضون فيها وتحت يضلوا منخرطين بالأحزاب هيدا أنه تسوكي كيف كيف بيقدر؟ أنه هيدا منطق معمول فيه بس هيدا المنطق بيمشي على مستوى المؤسسات بيمشي على مستوى إدارة البلد أنه مهزوم وربحان يعني هيدا المنطق أنت اليوم مطروحة السيغة المطروحة هيدا الكل المضحيين فيها مش هيك عم بيقولوا هيدا السيغة المطروحة هيدا السيغة غالب ومغلوب بس هيدا قصة الغالب ومغلوب تمت لما دخله بالتسوية ولما أقره على أنون الانتخاب هيدا عم بيحكي أنا من منطق القوات اللبنانية والرئيس الحريري ما كانوا يمكن حساباتهم حساباتهم ما عملوا هالحسابات عملوا حسابات تانية عملوا حسابات تانية يمكن كل واحد دخل التسوية لحسابات خاصة فيه ولكن هيدا نتائجة بدون يتعاملوا مع نتائجة الجواب الإيجابي للقوات بحسب الجمهورية ما رده أنه القوات يمكن ما بدأت تبقى خارج الحكومة أربع سنوات لأنه التوقعات تشير إلى أن هذه الحكومة ستدوم طوال ولاية مجلس النواب يلي بتنتهي بعشرين أيار 2022 وكأن هالشي مثل مضمون فيه ضمانات مثلا على ذلك إذا بدنا نشوف من مسلحة اليوم العهد إذا نحن بدنا نشوف أنه عدنا ست شهر تنركب حكومة وبعد ما طلعت الحكومة حتى نشوف أنه فيه إمكانية لإقامة حكومة تانية خلال أربع سنوات الاحتمال صار ضيء كتير ماذا لو قاتت دقيقة مماثلة لتلك التي حصلت بال2011؟ قد تكون مشان هكي أنا بقول حكومة متوازنة اليوم لا يمكن أن ترى النور إلا بتغيير بموازين القوى الإقليمية الكل بيقول لك بما فيهن يمكن الدكتور جعجع أنه لا تشكيل الحكومة اليوم صناعة لبنانية يمكن مضبوط بس هذه الحكومات حكومة اليوم تعيد التوازن إلى الداخل لا يمكن أن ترى النور إلا بتغيير على المستوى الأقليمي كما صار بشكل لمصلحة حزب الله في 2011 وكما صار لمصلحة فريق 14 أضار في 2015 مع حكومة الرئيس السلام بما يتعلق بحزب الله حكينا عن عقدة القوات عقدة سنة تمانية أضار أكثر فأكثر عم بيطلع الحديث عن هذه العقدة اليوم لفت ما كتب بجريدة الأخبار أنه على الرئيس الحريري أن يجد حل لأزمة تمثيل نواب سنة تمانية أضار وإلا سيواجه فيتو حزب الله يعني بحسب الصحيفة الحزب ما رح يعطي الرئيس الحريري أسماء وزراءه إذا ما شاف أنه سنة تمانية أضار تمثله والرئيس عون بتقول أوساطه أنه مش منحصته يعني اللي إلي إلي واللي إلك إليك وإلي يعني في نية لأضعاف الرئيس الحريري أنا كألت من عندك والأول بفتكر من شي شهرين أنه بدهم الحريري بس بدهم إيه بشروطهم هني فإذن؟ يعني بدهم إيه كغطاء عايزينه كغطاء وبدهم إيه بشروطهم هني أنا ماني برأس ولا بزهن الرئيس الحريري بس أنا محله يعني ما بقبل فيها ممكن الرئيس عون يخده بدهره ويحلها الأزمة؟ ممكن يمكن بآخر لحظة بس اليوم إذا عم بيصلوا ياخد أكتر عم بيحاول ياخد أكتر لأنه مثل بقلتلك قال حزب الله لن يسلم لائحة أسماء وزرائه إلى الحريري يعني بدهم سنة حدا من سنة 8 أدار من حصة الرئيس الحرير والقرار يعود إلى مشان هيك أنا عم بقول بس من البداية أنه ماني شايف الحكومة أنه لحيتم تشكيلها اليوم أو باليومين الجايين هيد العقد السنية نقاشة اليوم طلاح السلام بجريدة اللواء بقول هي الظاهرة على خلل تعاني منها الطائفة السنية ولعل التوظيف السياسي المتمادي لهذه العقدة في تأليف الحكومة يؤكد مرة أخرى حالة الضعف والإرباك السائد في أوساط ولدى قيادات أكبر أطوائق وحرص على تمثيل السنة 8 أدار أوكي عندهم قاعدة شعبية بس قديش هي هالقاعدة الشعبية هولي منمثلون وخمسين بالمئة من الشعب اللبناني اللي منتخب وقاطع الانتخابات هيدا ما بيتمثل أي حكومات وحدة وطنية هاي روح يخيطوا بغير المسالة من المايسرو اللي جمع هؤلاء بكتلة وحدة؟ يعني آخر فترة شعبيني هون عم يجتمعوا في حين أنه عم بيشكل عم بيشكل معسكر سياسي بمواجهة من اللبناني أم من الخارج؟ أكيد هو يخدم مصالح خارجية أيضا ولكن بالداخل اللبناني عم بيصنع إذا أريد قوة سياسية توازي وتحاول تكبير حصتها من السلطة بما أنه هؤلاء هم من الوجوه التي تعيد إلى ذاكرة أيام الوصاية السورية هل ترى أصابع للنظام السوري فيما يجري؟ لا أستبعد أبدا أصابع للنظام السوري وهو يحاول اليوم إعادة الإمساك بهذه الورقة لأنه هو بيسرع أو كفاية؟ أو كفاية لا يقدر يرجع يدخل على الموضوع اللبناني؟ أو على لبنان أو كفاية بالداخل السوري ولكن بعد أنه خيوط في لبنان فقد كثير من دوره ومن سيطرته ومن نفوذه في الداخل السوري انقطعت علاقاته عربيا ودوليا ولكن يبدو بعده ممسك ببعض الخيوط في لبنان ويحاول وسوف يستميد للإمساك بالورقة اللبنانية لأنه هو في صراع بقاء وفي صراع وجود رح ناخد أول فاصل بعده مباشرة رح نكمل معك بهذه الحلقة مع دكتور سامي نادر لحظات ونعود نعود لمتابعة هذه الحلقة بداية القصم مع كاريكاتور حسن بلايبل بجريدة الديليستار أيضا من وحي الموضوع الحكومة إنما بالانطلاق من العواصف يلي طوفانات يلي شفناها بأوائل الأسبوع الماضي طوفان الأزمات رسم خريطة لبنان إلها عنق نعامة تدفن رأسها بحقيبة أزمة الحقائب الوزارية وكأن هذه هي المشكلة حلو الكاريكاتور أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة بدءا يمكن من المحيط ووصولهم إلى الهموم الداخلية كيف بتراتب أنا بتصور الخطر الأول اللي بتاهم هو الخطر الاقتصادي يعني هنا لابد من خطة وتنفيذ هذه الخطة والإصلاحات يعني بصيص الأمل الوحيد البصيص الأمل الوحيد هو مؤتمر ساد ولكن مؤتمر سادر هيدا مش لاحتاجي هيك الأموال في إصلاحات جزرية مطلوبة أول شيء وفي حكومة وفي حكومة يطمئن إلى المجتمع الدولي يعني هلأ ما هو مطروح ما بعرف لأي مدى لحنا نقدر نوصل لشي من هالنوع ثانيا سلت الإصلاحات بدءا بإصلاح قطاع الكهرباء إن لم يتم إصلاح هذا القطاع قطاع الكهرباء ما فيه سادر وما فيه أموال وما فيه قرود ميسرة بدأ أسألك تانيا في الأولوية قد توازي وقبلها الأولوية هاي هي خفض النفقات الحكومية ما هوني بدأ أسألك بالشكل والمضمون أول شيء بالشكل شكل الوزراء أول شيء السجال السجال اللي مرأ كلها الست شهر على الحقائب بيطمن لمجتمع الدولي يعني شو عم بيقول المجتمع الدولي عبدا لأنه بعضهم عم بيطعاتوا بالحقائب كمحميات كمصدر تنفيع وكمصدر منفعة وكمصدر لبناء السروات الشخصية مش كهيدا مرفع لخدمة المواطن اللبناني وهيدا مرفع يزيد من إنتاج الاقتصاد اللبناني وهيدا هو المقلوب دولي من سيسموا وزراء بروفايل هؤلاء حتى لو كانوا محسوبين على حزاب معينة يعطي صورة للأطمئنين أكيد بيعطي بس أهم شيء بالتنفيذ أهم شيء بالتطبيق يعني أجينا بالحكومة السابقة وزراء كفوئين وعندهم بروفايل هائل ولكن ماذا أنتجوا على مستوى الإصلاحات يعني الأرار السياسي أنه عملوا أنون انتخاب أنه شو هالإنجاز هذا أنون انتخاب أنا عطيت رأيي فيه ولكن اليوم مطلوب إصلاحات أساسية ببنية الاقتصاد اللبناني بدءا بقطاع الكهرباء بدءا بقطاع الصحة بدءا بقطاع الضمانة الاجتماعي بدءا بقطاع ضرورة الحكومة الإلكترونية ومكنة الكثير من الإدارات على الأليلة للحد من الفساد وللتسريع الخدمة للمواطن ولتحسين بيئة الأعمال إذن في سلة اليوم من الإصلاحات أصبحت أكثر من ضرورية ثانيا وأولا النفقات الحكومية نحن عجز خزينة كل هالمليارات اللي عم بيتم إنفاق ما فينا نستمر على هالوطير النفقات الحكومية يلي قصم كبير منها بسبب حجم كمان القتاع العام بس بدي أسألك بالنسبة بعدنا للشكل ليش اليوم كل الصحف نقلت عن حزب الله أنه متمسك يوزر حزبيين يعني نصح بأنه لأنه بدي يوجه هيدا المنطقة الدول اللي عم بيقول وسلت هيدا ليش الأسرار مباريح ردا على توقيع الرئيس ترامب القانون العقوبات على حزب الله أنا هيك بقراها لا أكثر ولا أقل أدخلوا حيز التنفيذ يعني القانون اللي سوى تلال كونكريس منه نافذ أما يوقعوا الرئيس وقعوا الرئيس زاد العقوبات على حزب الله هو عم بيقول أنا موجود بالحكومة اللبنانية وبحزبيين فضلوا حطوا وإذا حطيتوا عقوبات علي أنا عم بتحطوا عقوبات على الوزارة المعنية وعلى الحكومة اللبنانية وهذا ما سوف يعقد حتى لو على حساب مصلحة لبنان ها حتى نسئلين على حساب مصلحة إذا اللبنانية ما نسئلين على مصلحة مواطنين بدك الحقيقة الحقيقة هيك عم بقولها بشكل كتير صادق ومباشر ومن دون أي خلفية بدك حكومة تهتم بالمواطن لازم تكون خارج الأحزاب خارج الأحزاب نهائيا نعم وتهتم بشأن الاقتصادي وما تخلي مأخز على المجتمع الدولي اللي فايد بصراعات مع بعضه أنه يتحارب على الساحة اللبنانية ويكون المواطن اللبناني منها عم يتفع حقها إذا أمريكا بتحط عقوبات على إيران مدرور نحن نروح فرق عن بي ومشين هايك بتحط حكومة تجنبنا هالمعركة هالمعركة الخسرة على مستوى لقمة عيش المواطن اللبناني هلأ في أمر واقع معين ممكن الممارسة تكذب التوقعات المسبقة يعني يقال دائما أنه هالقوة الخمسة الكبرى إذا قررت على شي معين ترفعه للأولوية وبتمشي فيه بتشوف اليوم فيه أرارس ليه سبقتني لأنه ما أنا بالأولوية ما بدأ أسألك ما بدأ أسألك وصلت معك ياريت ياريت ما في أرارس هيدا اللحظة تاريخية أجت بألفين وخمسة بس وخلص بخرت لأنه هلأ لبنان بطل أولوية يعني حتى بالنسبة للعرب بطل أولوية ومن هون يعني وغني عن الزكر بالنسبة للبنان مشوا الحال متل ما هو خلوا هاللاجئين السوريين هيدا همهم وسعادته بنعطيكم إيها بس عندنا أولوية أخرى يعني كل شيء سيبقى على حاله فساد سفقات نعم ما يعني الكل يقول أنه يريد مكافحة الفساد والرئيس تمسك بحقيبة العدل لأنه بده يفتح ملفات ضد الفساد ناطرين إنجاز واحد ناطرشي واحد فساد ينحط بالحبس من الوزراء شو اللي راح يحول دونك من قمة الهرم مش من هول المعترين من قمة الهرم خلي نشوف ما الذي سيحول دون إذا القوات اللبنانية لو فردنا توفرت لها النية وهي تقول ذلك وأداء وزراءها بيّن ذلك شو راح يمنعها أنه تحط النقط على الحروف ما عندها الثقل الوازن واللي بيفوت بمنظومة منظومة معينة بده يستجيب لأوانين لعبتها اللي بيفوت بنظام المحاصصة ما في قمة ما في قمة والعالمة أنه دخلوا بنظام محاصصة وصلوا سنتين شو قدرنا عملنا إنجازات على مستوى الوزرات اللي كانوا مسكينة يعني نأخذ هالفريق عزا عم نعتبر أنه هالفريق متميز زيت الشيء بالنسبة للفرقاء الأخرى يعطيني إصلاح طلع صار فيه تأكون يعني منصف صار فيه أقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص صوت على القانون بس لم ينفذ هلأ بدون ينفذوا بس تطلع تقلع الحكومة إن شاء الله ليه ما ممكن ينفذ ينفذوا بقطاع الكهرباء بس ممكن يبقى وهكي حلحلولنا قصة ساد الإصلاحات المطلوبة شو أبرز يعني هالإصلاحات وقديش قصة حجم بتاع العام أول شي عجز الخزينة 10% ألولون الكل والمنطق بقول ما فيه استمر هاك بدون ينقلوه لأربعة وخمسة بالمئة يعني بدون ينزلوا عجز الخزينة 1% 2% كل سنة على 3 سنين الجيد قبل وقت اللي كان يتم تنزيل هذا العجز بنسب ما ولا مرة نزلوه قبل 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 عقيم الرئيس شاهد رفي الحريري تحسنت على الأمور لا وقت عقيم الرئيس الحريري ضبطوا قدروا عززوا من الواردات لأنه كان فيه استثمارات عم بتفوت على البلاء هون يعني الحل عززوا من الواردات بلاء ما يقدروا يخفضوا من النفقات الحكومية وكان أنه عجز الخزينة بنسبة 2-3% أنه بعده يعني مش مثالي ولكن بعد كانوا عم بيقدروا يسيطروا عليه ليه لأنه كان فيه تدفق أموال من الخارج عم تسمح لالبلد بالاستمرار بالاستدانة اليوم هالتدفق الأموال من الخارج ما عم بيصير قبل على أيام الرئيس رفيق الحريري كان عنا فائد بميزان المدفوعات هالفائد بميزان المدفوعات تقدر يغطي العجز بميزان الخزينة نحن من الـ 2011 الـ 2018 عنا عجز بميزان المدفوعات وعنا عجز بالخزينة هذا الشي هلا توقمة العجزين ما فيها يعني عم بتوضع البلد أمام خطر كتير كبير هيدا كيف عم بتترجم عم بتترجم أسعار فائدة على ارتفاع 10-15 بقر راح تصير 20-25% إذن أبرز الإصلاحات مثل ما إلنا تخفيض تخفيض العجز تخفيض النفاءات بنسبة 1% على الأقل سنويا تخفيض مزاريب الهدف إصلاح القطاع الكهرباء الهدر على المرافق العامة تهرب الضريبة التهرب الضريبة عم بيجربوا يعملوا بس ما بعرف إذا قديش لحيقدروا يمسكوا تالت شي في عندك هالتهريب اللي عم بيصير التهريب اللي عم بيصير يعني هيدا عم بي ينزف أيضا الاقتصاد اللبناني قديش هون الإعلام فيه ويلعب دور لدعم الأعلام هو صارت المعارضة الحقيقية بالبلد أدافية تبدل يعني ما في معارضة داخل مجلس النواب ما عمشوف أنا أصوات معارضة معارضة هاي كيمكن بعض الملفات ولكن أصوات معارضة بتتناول السياسات الاقتصادية العامة أو السياسات الاجتماعية ما عمشوف صوت معارضة لأنه كمان مرة كرتال الأحزاب أو نظام المحاصصة ما بيفتح مجال ما بيخلي مجال لمعارضة وطنية اليوم بسيئل المحاصة بعلفة معالة إبراهيم الأمين بجريدة الأخبار بيقول إذا يعني في حال شعرت مجموعة من الناس بأنه القهر يلزم عقد بعد عقد ليس بمقدورها سوى البحث عن ألية لفرض حضورها وهل هل ألية عادة لا تتم إلا بطريقة ما بالعنف يعني بقول واهم من يعتقد بأن هناك تسوية مقبولة مع مجرمين قادوا الحرب الأهلية بكل فصولها ثم سرقوا الدولة واستولوا على ما له علاقة بالحق العام هؤلاء لمجال التسوية معهم وما بيفهم غير رغة الحديد والنار بأي خانة تضع مثل هذا الكلام اليوم عشية جو من المفترض أن يكون تفائلة بإمكان تشكيل الحكومة ما بعرف شو خلفيتها بس الشيء بالمطلق اللي عم بيقوله مظبوط بالمطلق الشيء اللي عم بيقوله مظبوط ولكن أي اليوم من القوى السياسية الموجودة ما أعادت إنتاج نظام الميليشيات اللي كان قائم ولكل المسؤولين كل القوى السياسية اليوم لسيما الموجودة بالحكومة مسؤولة عن إعادة إنتاج هيدا النظام اللي هو نظام ميليشيات مدني إذا بدي يعني المشكلة الوائد بالنظام حد السور بيمسك الوزارة بيمسك وزارات وبيقول هيدا صارت محميات وأنا باقي فيها بيتعامل مع الوزارات كشركات خاصة مش تكريس أعراف يعني هيدا تكريس محاولة يعني لإحلال الأعراف صارت الوزارات محميات خاصة وهذا شيء ضد أبسط قواعد الحوكمة الجيدة أبسط قواعد أو تتناقض كلية مع الأصول الديمقراطية وأصول عمل المؤسسات نفض هالواقع كيف بيصير نفض هالواقع بيا بتغيير أنون الانتخاب وانتخابات تحسين التمثيل أو بثورة سلمية للشعب اللبناني أنا شايفة كيف بتصير التغيير ما بيصير تغيير بغير طريقة هو يعني بحسب ما قالوا أنا فقدت الأمل أن هذه القوة السياسية قادرة هي تقوم بتغيير هي ماكسيموم قادرة تعيد إنتاج نفسها ثورة شعبية بتفتكر اليوم أنه اللبناني بعد يتشجع ينزل على الشارع لأ يعمل ثورة شعبية لا بس هنا يمكن اللي أطل فيه لسيد الأمين أنه ما بيت بس رح نوصل لمحل إذا انهارت الأوضاع الاقتصادية رح نشهد شيء اسمه ثورة الجيع خلينا ناخد فاصل بعد ومباشرة نكمل الحديث بالقسم الثالث والأخير من هذه الحلقة أيام قليلة تفصل عن الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس سعون رئيسا للجمهورية عدد كتاب اليوم بصحب بيروت دكتور نادر حكيوا عن هالموضوع عوني الكعكة تحت عنوان إنجازات بجريدة الشرق طبعا حفظ الألقاء بيقول لم يعود أمام اللبنانيين إلا الصوم والصلاة كي لا تأتي إنجازات العام الثالث على مثال إنجازات الثلاث الأول من العهد في حين الأستاذ نبيل بمونصف بجريدة النهار تحت عنوان المسيحيون الأقوية للتدقيق بيقول أسوأ ما سيتهرب منه الأفريقاء المسيحيون حكاما وأفريقاء هو الاعتراف بإضعاف منسوب القوة الديمقراطية في النظام الدستوري على يد من يفترض أن يكون رافعة النظام والديمقراطية أنه مقولة المسيحي القوي تحتاج إلى علامات استفهيم توافقه هذه القراءة يعني ثبت عدم فعاليته يعني أوافق القلق اللي عنده يعني هون لابد يعني فيه من قراءة قلق حول مصير دولة المؤسسات حول مصير أيضا الحريات بالبلد يعني اليوم أي نظام قوي هو قوي بيقوتوا على المحافظة على الحريات على عمل وانتظام المؤسسات تحت وصاية الدستور فقط وليس تحت وصاية أشخاص ومن هون بفتكر يعني الإنجازات المطلوبة اليوم إلى جانب إنقاذ الوضع الاقتصادي لأن هذا هو الإنجاز الوحيد ما نتكلم هلأ عن إنجازات وهذا هو الخطر الداهم اللي يقلق الليغنانيين بالمواجهة ذلك اليوم المطلوب إعادة مؤسسات الدولة إلى انتظام عملها يعني نعم بس مش ظلم وقت اللي بنحق أنه بأول سنتين من العهد ما كان في أبداً إنجازات يعني ما كان في عنا ما صار في عنا موازنة اقرار سلسلة رتب ورواتب علقة من سنوات أنوان انتخاب ذكرت شغلتين مصيبة كانوا سلسلة رتب ورواتب فوتتنا اليوم هي عم تضعنا على حفة الانهيار من الأسباب الأساسية فاتوا بسلسلة رتب والرواتب بشكل عشوائي كان فيه ممكن التحرب منها أكثر هي مطلب حق بس ما وضعوا طريق التمويلة طريق التمويلة كانت خاطئة مية بالمية مشان هيك زادت العجز من خمس مليارات لسبع مليارات إذا ما نتكلم على هالإنجاز هالإنجاز كان كارثي على الوضع الاقتصادي الموازنة أي موازنة فاتوا على موازنة كانوا وعدين وعدين فيها بدون يخفضوا العجز طلعوا بموازنة زاد العجز فيها بنسبة 11-12% أي موازنة عم نحكي يوم المطلوب أنه خطوات عكس عملية لا وعكس اللي عم بيصير يعني قدمونا موازنة أنه مش نحن زقفكم قدمتم موازنة قدمونا موازنة 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 المزبوطة اليوم بدها تكون موازنة بتاخد العجز من 10% إلى 8% هاي دي تخلصين نزقفهم فيها علم أنه 8% هاي دي بتفوق المعايير كلها هي مشكلة بالسيستام هاي مشكلة بالسيستام فإذا مشكلة هيدا النظام منه ماشي هيدا نظام المحاصصة منه ماشي أنه وصلنا على التفليس بازم يتغير هيدا النظام هل هون فينا نقول فيه سوق تطبيق للطائف من شن هيك صار أخذ مجرى المحاصصة فيه سوق تطبيق للطائف أو فيه وضع أقليم أقليمي على الأرار اللبناني أخرج كل الأمور عن عن نطاقة عن مسارة الحل بإعادتها إلى مسارة أم بشكل جديد الحل أنه يرفعوا إيدهم عن لبنان ويتحيّد لبنان انطلاءا من إيران اللي هي ممسكة اليوم هي الطرف الأقوى غسبا عن اللبنانيين غسبا عن اللبنانيين هي قصم من اللبنانيين بشوف هالك شيء المناسب راف لا براف ولكن اليوم أخل بالتوازن في الداخل قبل كاننا عم نقدر نحاول شيء من التوازن أنه كان فيه فريق الأقوى عسكريا على الأرض بموازات فريق موجود أكتر بالمؤسسات عم بيتعمتع بالأكترية النيابية خلق نوع من التوازن اللي كان جيد للطرفين اليوم وخل بهيدا التوازن عم تجينا الأمور مثل مسألة التشكيل تشكيل فريق الطاغ فيها هو فريق محسوب على قوة إقليمية وإن نجح وإن نجح لحنشوف أنه ما لحيقدر ينجح على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى السياسي الخارجي يعني لحيزيد من لبنان عزلي ومن هون هو أيضا عنده ضرورة بإعادة التوازن للداخل لأنه ما بيركب البلد ولا تنتظم المؤسسات إلا بشرط تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية مش شعر عم نقوله هيدا شرط مؤسس للاستقرار السياسي والاقتصادي لماذا دكتور نادر كل فترة مكون من المكونات اللبنانية بيكون بالوضع مثلا اللي هو فيه اليوم المكون الشيعي للاستقواء على الآخر فيه انتشاء بفائد القوة هون المشكلة المسيحيين صار عندهم هالانتشاء بفائد القوة السنة بعد اتفاق الطائف أو القاعدة العامة صار عندها انتشاء أنه اجت اليوم بعيد الصلاحيات إلا واليوم راح يدور عند الشيعة اللي عم بيشعروا به هالفائد من القوة ولكن هالفائد من القوة ما بينصرف محل نعم ولكن ليش دايما يعني ليه ما بيتعلم الواحد من التجربة بيتعلم بس على حسابه بد وقت وبدو يكلف عم بيكلف كتير كل التجارب كانت تتكلف أو تنتهي كل هذه التجارب بمشهد دموي يعني على الحامي كما يقول اليوم هل فينا نقول هالمشهد هو الاقتصادي يعني إيه فيها وأنا خايف ما تسير وأنا يعني بس أطلع بسوريا كمان عم بتعيش ذات الشي انتهت الأمور بسوريا إلى تقسيم سوريا لأنه في فئة شعرت بفائد من القوة لفترة ما وانتهت الأمور إلى ما انتهت عليه وإن شاء الله يعاد توحيد سوريا وترجع سوريا توقف على إجرية ولكن نحن مرتبطين أيضا مما يحصل في الداخل السوري اليوم الاستمرار بهال بهالنهج يعني الخروج عن قاعدة الحوار الوطني الخروج عن قاعدة المشاركة اللي بتحتم أنه كل واحد يحترم الثاني وأنه كل واحد يكون يحفظ للتاني دوره الخروج عن هيدا المنطق المؤسس لصيغة 43 لحيفضي إما لتقسيم لبنان إما لإفلاسه فيه كمان موضوع بدي أخذ رأيك فيه كونك منك بعيد عن الطلاب كمان بالجامعات من بعد انتخابات الجامعة اليسوعية كان لافت ومضحك في آن أنه كل فريق أعلن أنه هو الانتصر فيها مثلا الشرع الأوسط بتقول انتخابات الجامعات مسرح آخر لصراع القوات والتيار بتنقل عن التيار قوله أن القوات بدأت تقول أنها فازت بعدد أكبر من الكليات علما بأن عدد طلاب الكليات اللي فاز فيها تحالف القوات لا يوازي عدد طلاب يعني كل واحد عنده تفسير معين ليا أزب الأخبار تقول مجرد خسارة القوات بأيفلان أمرهم كاف هذا كان معقل القوات والمكان المعنوي المرتبط ببشير جميل كيف بدنا نعرف نحن الناس العادة مين ربح ومين خسر يعني إذا بتسمع كل فريق مش بس القوات والتيار حتى عند الأحزاب الأخرى كلهم بيقولوا ربحه مين الخسر بالانتخابات أنا بفتكر الانتخابات عم بتصير أكتر من أي وقت مضى على قاعدة طائفية طائفية نعم طائفية بين القوات والتيار طائفية بالتأكيد بين القوات والتيار كيف بأي شكل عم بقول عم بتصير الانتخابات على قاعدة طائفية مشان هاك عم بتشوف الكليات الموجودة بالمناطق المسيحية عم بيفوزوا فيها القوات يمكن أكتر من الطائف بس مهن بالعكس عم يقولوا النتائج مقلوبة يعني كل فريق مثلا بأي فلان بأي فلان تغيرت بطلت فتحت بيروت على بعضها في الطلاب غير مسيحيين إلى أي فلان وإلى الجامعة اليسوعية بطلت الجامعة اليسوعية مثل على أيام اللي تخرج فيها بشير الجميل لا أنا مقصد دكتور نادر أنه كل فريق بقول أنه هو ربح مين اللي ربح يعني وقت انتخابات الجامعة الأمريكية شفنا الأرقام معكوسة يعني تشعر أنه حتى المستقية بنتائج انتخابية طلبية بتشعر مش كتير موجودة ولكن تبقى هالانتخابات الطلبية يعني أصدق تعبيرا عن كل الانتخابات هي بروماتر عن النفس الشارع لأنه بفتكر أول شي الأنون الانتخابة ما فيها الزغل اللي موجود بالأنون الانتخابات البرلمانية عندنا ويمكن بعبر عن نبض الشباب أيضا إذا الشباب نبضهم كان نسبة المشاركة أنا ما طلعت عليها بالجامعة معتها يعني أديش هل كانت نسبة المشاركة مثل نسبة اللي شفناها بالانتخابات النيابية أنا ما بستبعد لأنه اللي بحسوا من الطلاب اللي أنا بتعطى معهم وأغلبيتهم بعيدين كل البعض عن السياسة نعم ولكن النتائج بحسب الأرقام ما عطت المستقلين إلا جزء يسير يعني ما عطت نقص العشر لأن المستقلين اليوم مستقلين اليوم أحبطوا ولأنه ليش واحد بد يفوت لما يشوف هاللعبة مسكرة هيك ولما يشوف أيضا المكانات الانتخابية الشريسة للأحزاب داخل الجامعة خلينا نخلص نخلص الحلقة بشعلة الأمل يلي أضاقها الرئيس الحرير ومشوف سورتها من جديدة المستقبل ببيت الوسط مهرجان شعلة الأمل يلي بتنظموا لجنة مهرجانات لبنان السياحية الدولية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع هيك خطرنا نقلص بأمل عظيم برك الساعات المقبلة بتبدل لك نظر تجينا حكومة فريق متجانس وعندها خطة فعالة تقوم بالإصلاحات تطبط العجز تصلح القطاعات كلها ويرجع لبنان على يشهد دورة نمو اقتصاد شكرا جزيلا لك دكتور سامي نادر أهلا وسهلا بك شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء غدا ترجمة نانسي قنقر